سؤال قد يبدو سؤالاً كلاسيكياً أو مفهوماً لكنه حقيقةً لا يخلو من الأهمية السؤال المباشر حول جزء من عوائد هذه الصفقة وما قد يستتبع من صفقات أخرى لأن هذا ما تم إيراده في بيان مجلس الوزراء قد يكون مقدمة لصفقات أخرى مماثلة أو ربما حتى أكبر في ضخامتها هل يمكن أن نرى عائداً أو مردوداً مباشراً على قطعي الصحة والتعليم دولة الرئيس؟ دوسة فنمان عايزة أقول لحضراتكم حاجة إحنا كنا لسه بنناقش الخطة للعام المالي الجديد 24-25 وبنتكلم أن إحنا في إطار ترشيد الإنفاق وأن إحنا إزاي علشان نتخطى الأزمة الاقتصادية والهدف هو ترشيد الإنفاق وأعلن عن هذا بصورة كبيرة جداً التركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على فقط قطعي الصحة والتعليم ومشروحها يا كريمة أنا بأكد على هذا الموضوع الصحة والتعليم لهم الأولوية الكبرى على مدار الفترة القادمة بالإضافة طبعاً لمشروح حياة كريمة اللي بيخدم 60 مليون مواطن من شعب مصر واللي بيعتبر من أهم المشروعات القومية اللي بتنفسها الدولة المصرية فبالتالي بالتأكيد قطاع الصحة والتعليم مع توفير هذه الموارد حيكون هو المستفيد الأكبر إن شاء الله اشتركوا في القناة